من يومين كنا بنتابع مع حضراتكم ملف أو خبر ليه علاقة بالتوجه طبعا لاستبدال يعني العربيات اللي ماشية بالبنزين انها تمشي بالغاز الطبيعي ويمكن الموضوع ده والمشروع ده اتكلم عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال انه علينا بقى ان احنا نستفيد من فائد الغاز الطبيعي الموجود عندنا لحافظ على البنية التحتية قصد برضو البيئة كمان يعني هيكون في توفير توفير الفلوس يعني وهيبقى ارخص بكتير انك تمون بالبنزين فاستكمالا للملف ده ولما الرئيس كان من يومين اجتمع مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة بقى الخطوات التنفيذية للمشروع ده وايه اللي تم على الارض وايه اللي متبقي علشان يبقى المشروع ده بالفعل قيد التنفيذ ويبقى في نتائج ملموسة على الارض الحقيقة النهاردة دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع ورئيس التنفيذ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اعلنت ان في خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول عشان يتم تحويل 150 الف سيارة خلال الثلاث سنين اللي جايين وده هيحصل بالتنسيق مع شركة كارجاز وشركة غاستك وهيبقى فيه عدد كبير من التيسيرات والتيسهلات للمواطنين ان هم يعني يحولوا عربياتهم انها تمشي بالغاز الطبيعي قالت الوزيرة ان ده بيتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باهمية العمل على تحويل السيرات لانها تشتغل بالغاز الطبيعي وتشجيع المواطنين واصحاب مشروعات النقل والاغرى انه هو كل يحول عربياته للغاز ان ده يبقى فيه توفير نقدي وزيق وضحتكم الحفاظ على البيئة قالت الوزيرة ان مختلف اجهاز الدولة دلوقتي شغالة انها تنفذ منظومة متكملة علشان تساعد المواطنين انهم يعتمدوا على الغاز الطبيعي وان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هيعمل برضو يعني فيه مساعدات ليه هيكون فيه قروض للمواطن فترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين في القصة دي تصريحات برضو مهمة جات على لسان وزير البترول المهندس طارق الملة لما قال انه تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ده فيه برنامج طموح وان احنا بتكلم طبعا وزيرة التجارة وصناعة قائلة 150 الف عربية في اول 3 سنين